السلام عليكم طلبتنا العزاء في المحاضرة العاشرة لمادة التغذية العلاجية لطلبة المرحلة الثالثة لكلية التمريض للدراسة المسائية تحت عنوان المال النوترشن المال النوترشن وهي تعني نقص التغذية يعني سوء التغذية بسبب نظام غذائي غير كافي وغير متوازن أو خلل في الهضم أو سوء استخدام الأطعمة كل ذلك يؤدي إلى عدم القدرة على امتصاص الطعام يعني سوء التغذية ليست فقط في كمية في أنه الكمية المتناولة من المواد الغذائية تكون غير كافية بل يمكن أن يحدث أيضا عند تناول كميات من المواد الغذائية زائدة عن طاقة الجسم يعني أن البشر يحتاجون إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لتوفير الطاقة الأساسية للقيام بالعمليات الطبيعية أو الفيسيولوجية داخل الجسم يعني دحدث أسباب سوء التغذية بنقص البروتينات أو الكاربوهدرات أو الفيتامين أو المعادن سوء التغذية بالبروتينات والطاقة أو سوء التغذية بالبروتينات الحرارية سوء التغذية بالبروتينات والطاقة يرمز لها الPEM أو السوء التغذية بالبروتينات الكالوريس يرمز لها بالPCM يعني يظهر سوء التغذية عندما لا تتوفر الطاقة الكافية أو البروتينات بالPCM لتلبية المتطلبات التمثيل الغذائي مما يؤدي ذلك إلى ضعف العملية الفيسيولوجية الطبيعية للجسم في حال نقص البروتينات والكاربوهدرات عندنا حالتين مرضية الحالة الأولى نسميها الكواش يوركر It is condition which development when there is a protein deficiency يعني عندما يحصل نقص أو تتطور هذه الحالة عندما يكون هناك نقص بالبروتينات بينما الحالة الثانية نسميها المارمرس وهي الهزالة الشديد is occurring when deficiency of the both protein and carbohydrates تحصل عندما يحصل نقص في كل من البروتينات والكاربوهدرات المارمرس it is a protein calories malnutrition caused by the diet deficiency in the both protein and the carbohydrates يعني وسوء التغذية بالبروتينات والكاربوهدرات severe growth fillers and immatiation are the most struggling characteristics of the marmaris in infant يعني أنه يعد الفشر النمو الشديد والهزال من أكثر الخصائص الواضحة للإنفانت طبعا عندنا أيضا جدول يوضح أو يميز ما بين difference between the marmaris and wash yorker المارمرس هنشوفه الصورة اللي موجودة على اليسار هذه هي الصورة للمارمرس بينما هذه الصورة الثانية هي الصورة توضح أو تميز كواش yorker المارمرس the honest is the early usually in the infant in the years of the life يعني تكون الإصابة لها في الأعمار تكون الأعمار الزغيرة بينما الكواش yorker is the honest in the later after the breastfeeding feeding is stopped يعني عندما بعد تظهر خاصة بعد الفطعم growth filler is the more characteristics يعني أنه الفشل في النمو هي أهم علامة سريرية تميز المارمرس while it is not very characteristics in the wash yorker there is not edema ماكو أي تجمع للسوائل داخل الجنين إذا راح نشوف هاي الصورة لا يوجد أي تجمع للسوائل بينما الكواش yorker راح نشوف الإدمة أو الوذمة موجودة بصورة واضحة في الأشخاص المصابين بالكواش yorker blood or protein concentration is reduced less markedly تركيز البروتين في الدم يكون أقل مما هو في الأشخاص اللي صعبون بالكواش yorker blood or protein concentration is reduced very much skin changing are seen less frequency التغير الموجود في الجلد يكون أقل ظهورا أو وضوحا في المارمرس where the red boils and the patching are the classic septum ووجود بقع حمراء على الجلد هذه هم علامة أو العلامة الكلاسيكية التي تميز الكواش yorker liver is not infiltrated with the fat بينما الفاتي liver is seen recovery is much longer فترة الشفاء تكون طويلة recovery period is short بينما فترة الشفاء اللي يقع للكواش yorker تكون قليلة عندنا أيضا مرة ثانية يصاحبنا سوء التغذية أو المال النوترشن يسمينه البربري is a thiamine or vitamin B1 deficiency which is in the common in the south east asia والذي يعتمدون على صورة أساسية في غذائهم على white rice البربري هو نقص بفيتامين الثامين اللي هو vitamin B1 يكون شائع في منطقة جنوب شرق أسيا ليش؟ لأنه يعتمدون تغذيتهم على الرزق الأبيض barberries affected the people functions of the nervous systems as well as the circulatory system and the heart يعني أنه the barber is affected the proper functioning يعني يأثرنا على الأداء السليم للجهاز العصبي وكذلك الدورة الدموية والقلب pregnancy breastfeeding's mother and those who are ill with the fever maybe have the heightened dependence on the thiamine and may be development as a deficiency قد يكون الحمل للمهات المرضى بالحمى أكثر من يصابون بنقص الثامين الثامين is the best acquired rate through the food such as the beef whole grain البريتز يعني أفضل مناطق أو أفضل الأطعمة التي يتناولها الإنسان الحصول على الثامين أو الفيتامين بوان هي اللحم البقري والحبوب والخبز المرضى اللي يلي هو البلاغرة وهو الجلد الخشن البلاغرة أو الرفسكن it is a niacin or a tryptophan deficiency which often resulting in the diarrhea and dermatitis البلاغرة أو الجلد الخشن هو نقص في النياسين أو التريptophan يؤدي غالبا إلى حدوث إسهال والتهابات في الجلد the large-scale consumption of the corn has resulting in many causes of the البلاغرة because the corn is poorly absorbed in the bodies يعني إدى إسهلاك الذرة على نطاق واسع إلى حدوث العديد من الحالات الإصابة بالبلاغرة والسبب في ذلك أنه ضعف انتصاص الذرة داخل الجسم the best source of the niacin is broccoli, egg, date, beef, salmon, seeds and pains يعني أن أفضل مصادر للنياسين هي البروكلي, البيض, التمر, اللحم البقري, السلامون والفول السوداني وهذه الصور أيضا توضح التغير في الجلد أو خشانة في الجلد وهو مرض البلاغرة والسبب فيه هو نقص النياسين السكير في السقربوط وهو نقص في فيتامين سي it is a disease which occurring of the vitamin C deficiency the cause أو السكير في ما يأكر إن وهي أو سبب حدوث داء السقربوط this who is the consumption large amount of the junk food الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة وظهر أول مرة لدينا في البحارة الذين يسافرون لفترات طويلة في البحر ويعتمدون على التغذية البحرية the smokers المدخنين those who do not have a probe across the source of the vitamin C الأشخاص الذين لا يحتوون أو الذين لا يتناولون مواد غذائية تحتوينا مصادر خاصة للفيتامين C المرض الذي يليه اللي هو Rects C Rects الكساح يعني هو نقص بفيتامين D يؤدي إلى ظهور الحالة المرضية اللي نسميها الكساح وسبب في ذلك هو نقص في كمية الكاليسيوم التي تعمل على تطوير العظام الفيتامين D can be best found in the cow milks but it's very low in the breast milk يعني أنه الفيتامين D يكون متوفر بكمية كبيرة داخل حليب الأبقار أكثر مما هو في ال breast milk thus a human is in the development countries are contributing to this disease if there's the baby's sole source of the nutrients in the breast milk only يعني أيضا تساهم النساء في البلدان النامية على الإصابة بهذا المرض لذلك إذا كان المصدر التغذية الوحيد لأطفالهم هو حليب الأم بدون الاعتماد على حليب الأبقار المرض الذي يلي اللي هي الأنيمية أو هو فقر الدم the most common cause of the anemia is the lack of the food with the plants of the iron children who may get anemia من هم الأشخاص ومن هم الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة في مرض فقر الدم أول شيء عندنا الأطفال الذين يولدون مبكرا the born to the anemic mother الأطفال الذين يأتون من أمهات مصابين في فقر الدم the feed too longer on the milk only الأشخاص أو الأطفال الذين يعتمدون على التغذية على الحليب لفترات طويلة بدون الاعتماد على المواد الغذائية in fact with the parasites such as the hookworm and the whipworm الإصابة بالأمراض مثل الديدان الخطافية والديدان الصوتية we're not eating a mixed diet which containing the iron rich food يعني ما يعتمدون على الأغذية التي تحتوينا على مصادر أو تكون غذية بالحديد to prevent the anemia حتى نمنع الأنمية in the young children يجب أن نتبع عدة خطوات أول خطوة نحافظ على the pregnant women should be eating a kind of the food especially these the plants of the iron such as the dark green leaf vegetables يعني أنه يجب أن نجهز أو تغذى الأمهات خاصة the pregnant women على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية وخاصة تلك المواد التي تحتوينا على the iron مثل the dark green leaf vegetables النقطة الثانية the babies born early need a small dose of the extra iron in the first three months of the life للطفال الذي يولدون مبكرا سوف يحتاجون إلى جرعة مزيدة أو مضعفة من الحديد خاصة في خلال الأول ثلاثة أشهر الأولى من الحياة after the fourth إلى sixth month the babies should be have mixed diet which containing good food source of the iron يجب أن يعتمدون أو يحصرون على غذاء متنوع يحتوي على كمية كبيرة من أو جيدة من الحديد the babies should not drink tea يعني الأطفال يجب أن لا يشتناولون أو لا يشربون الشاي because it is the slow down the body's use of iron يعمل على تقليل من امتصاص الـ iron من الجسم the children should be live in the clear surroundings يعني الأطفال يجب أن يعيشون ببيئة مناسبة أو بيئة نظيفة to prevent their getting the hookworm infect للحفاظ عليهم من ألا يكون أو أدم إصابتهم بالديدان الخطافية أو الديدان الصوتية treating of the child with the anemia أشهر العالج الأطفال الذي يكون مصابين بالأنيميا give plenty of the iron rich food يجب أن يتناولون كمية مناسبة أو كمية كافية من الغذاء الذي يحتوينا على الحديد giving an iron tonic after the meal يجب أن ننطي الـ iron tonic بعد الوجبة الغذائية وشكرا لحسن إصغائكم موسيقى موسيقى